اهلا بكم في فيديو جديد في شهر فبراير اللي فاتتكلمنا عن توقعات عالم صناعة الألعاب خلال سنة 2019 الفيديو تحت في الديسكريبشن لو حابب ترجع له وخلال شهرين بس نقدر نقول ان كتير من التوقعات دي بدأت مظاهرها تبان بالتدريج الاتجاه للكلاد جيمينج وخدمات اشتراكات الألعاب او السبسكريبشنز لكن الفيديو دا عوزين نتكلم عن موضوع ما ظهره بدأت توضح قبل غيره هنتكلم النهاردة عن ساحة متاجر ألعاب البي سي أنا عبد الرحمن أحمد من عرب هاردوير ودي حلقة نقاشية جديدة عن The Game of Stores في فيديو التوقعات قلنا ان التنوع وزيادة عدد الستورز على البي سي ممكن يكون سبب يخلي دي أحسن سنة بالنسبة لأي بي سي جيمر ودينا ساعتها مثال بمنصة ستريمينج أنغامي ووصول ديزر وسبوتيفاي للسوق العربية اللي خلى المنافسة أقوى وبالتالي عروضهم للمستخدمين أفضل فلو كانت المنافسة معناها عروض وخدمات أفضل بالنسبة للبي سي كمان اللي الفترة طويلة كان مسيطر عليه ستيم فقط فأهلا وسهلا بالتغيير خلونا الأول نشوف ايه هي الستورز الموجودة حاليا على جهاز البي سي طبعا في المقدمة عندها ستيم وبعده أوريجين ويو بلاي وبليزرد باتل دوت نت وجي او جي بالنسبة للألعاب بدون دي ار اي وبدأنا في الفترة الأخيرة نشوف علامات تغيير شكل الساحة فعلا بظهور ديسكورد ستور والظهور الأهم لإيبك جيم ستور الاثنين بدأوا بداية متواضعة ولكن واحد منهم انفجر حرفيا بشكل يخلي اي لاعب بي سي يقلق على مستقبل الألعاب على الحاسب الشخصي اشتركوا في القناة متجر ايبك بدأ يضم أسماء كبيرة لمكتبته بعد ما كانت بدايته بألعاب زي هيلو نيبر وهيديز فلقينا لعبة زي ساتيس فاكتوري وهي من أكتر الألعاب الموجودة على الوشلس للاعبين كتير في ستيم وده طبعا قبل ما تترفع اللعبة نهائيا من ستيم وتبقى حصرية لأيبك ستور طيب مش مشكلة ساتيس فاكتوري يمكن دي لعبة محدش سمع عنها كتير لكن في حالة لعبة زي مترو اكسدوس اللي كانت موجودة فعلا على ستيم وتعمل لها بري اوردر وفي يوم صحينا لقينا ان اللعبة في عقدة حصري لمدة سنة مع ايبك ستور وده معناه انك مش هتقدر تشتري اللعبة او تلعبها غير على ايبك جيم ستور لمدة سنة كاملة طبعا ده بدون التأثير على اللعمل بري اوردر للعبة فعلا من ستيم اللعبين ردت فعلهم كانت بعمل مراجعات سيئة للعبة على ستيم قبل ما ديب سيلفر واحد متوري اللعبة من فور اي جيمز يطلع تصريح ممكن يتخذ منه تهديد بعدم صدور اللعبة على بي سي مرة تاني بسبب ردود الفعل العنيفة اللي تلقوها بعد الخبر والحقيقة انا شخصيا مش عارف المطور معتبر ده تهديد ازاي لناس غالبا مش هتشتري اللعبة على منصتهم اللي هي بي سي لمجرد ان اللونشر يتغير طبعا ديب سيلفر قدمت اعتذار عن التصريح ده بس في الحقيقة نقدر نقول ان الضرر كان حصل فعلا ومن المفترض انها نكون عارفين ان قرار نقل اللعبة هو في الحقيقة قرار من الناشر ديب سيلفر مش من فور اي جيمز وده غالبا السبب اللي تقدم الاعتذار بسببه وهو ان ديب سيلفر كانوا عارفين ان هم السببب الحقيقي لعبة تانية منتظرة الفترة دي وهي وورد وورزي واللي من شهر ديسمبر 2018 عارفنا انها مش هتكون على ستيم بعد ازالة اللوجو الخاص بالمنصة على الموقع الرسمي للعبة واستبداله بكلمة بي سي لعبة كمان زي The Division 2 وغيرها من يوبي سوفت وحتى العاب Quantic Dream اللي كانت حصرية لبلاي ستيشن اخيرا هتبقى متاحة على بي سي بس عشان تبقى حصرية كمان لأيبك جيمز ويمكن الاهم من ده كله هو لعبة Borderlands 3 اللي هتكون حصرية على إيبك جيمز لمدة 6 شهور من سبتمبر 2019 وحتى شهر إبريل 2020 واللي راندي بيتشفورد رئيس استوديوهات جيربوكس قرر يطلع تصريح مشابه للي حصل مع مترو اكسدوس وقال فيه ان الريفيوز السيئة للأجزاء السابقة من اللعبة على ستيم اللي سببها تصريح حصرية اللعبة هتوزي مجتمع لعبين ستيم اكتر ومش هتفدو وانه ما عندوش اي مشكلة في فكرة الحصريات طالما فيها منفعة وان ردد الفعل من اللاعبين خلته يسق ويحترم اكتر قرار الناشر 2K وكأن ثقته او احترامه كانت تفرق في القرار يعني وفي الحقيقة مفيش اي منفعة هتعود على اللاعبين من قرار زي ده اللعبة سعرها بيتروح بين 60 دولار الى 100 دولار وهو نفس السعر اللي كان بيتم عرض اللعبة بيه على ستيم معنى كده ان المنفعة المقصودة هي منفعة مش لللاعبين ولكن للشركات الناشرة والمطورين فقط بتتمثل في حصة مالية اكبر ولو بصينا لمطور الاندي جيمز هنلاقيهم بيتجهوا كمان اكتر لنشر العابهم على ايبك ستور لان حصة الربح اللي بيقدمها للمطور اكبر من ستيم يعني باختصار احنا حاليا قدام محاولة لاحتكار السوق بشكل كامل ودي حاجة عمرها ما هتفيدنا كلعبين ولا هتفيد صناعة الألعاب ككل وبتخلي البي سي يفقد نقطة مهمة جدا بيعتبرها ناس كتير الميزة اللي بتخليه تفوق على الكنصص وهو ان مفيش حصريات اي لعبة هتنزل على المنصة هتقدر غالبا تشتريها بدون اي قيود من الستور او اللانشر اللي يعجبك صحيح ان المتجر ده غالبا بيكون ستيم ولكن ده لان مكتبته اكبر بكتير والخصائص والمزايا اللي بيقدمها للمستخدمين هي اللي بتجذبهم يشتروا كل العابهم من عليه ده غير ان اللاعبين كتير بيفضلوا ان العابهم تكون على وجهة او منصة واحدة كتير مننا بيمتقل من برنامج للتاني بس عشان يلعب لعبة معينة زي باتلفيلد او فيفا على اوريجين مثلا وبيرجع مرة تاني يقفله بالنسبة لشخص بيقضي معظم وقته في لعبة واحدة دي مش مشكلة لكن بالنسبة لشخص بيحب يجرب العاب كتير او جيم كولكتر دي هتكون مأساه مع الوضع الحالي والصراع على الحصريات هتكون محتاجة في تحت 3 او 4 برامج مختلفة مع بعض كل منها بياخد جزء من موارد البيسي وبيأثر على اداءه بشكل او باخر كل واحد من البرامج دي انت محتاج يكون ليك عليه اكاونت ببيانات وربطه بالموبايل وربط واصلت الدفعة والبطاقة اللي اقتمنية عليه والناس كتير دي حاجة مش محبزة انه يشارك المعلومات الكتير دي في اكتر من مكان طيب نرجع لموضوعنا الرئيسي هل فعلا تعدد المتاجر بالشكل ده هيفيد مجتمع اللاعبين في رأيي وبالسياسات اللي الماشية بيها ايبك ستور لا بل ممكن نقول ان ده هيكون مؤذي اكتر من كونه اي حاجة تاني منصة ستيم وخلال السنين الكتير اللي كانت مسيطرة فيها اضافت مزايا كتير للمستخدمين تخلي استخدامهم اسهل وابسط في الحقيقة ستيم قدر يكون مجتمع كامل داخل الستور فتقدر تشوف ريفيو واراء وتتناقش مع لعبين تانين تقدر تلعب مع اصحابك وتتواصل معهم بشكل مباشر وتشتري العابك وتحملها كل ده من خلال وجهة واحدة لكن مش هو ده الاسلوب اللي شايفينه مع ايبك ستور متجر ايبك ستور مش بيقدم اي ميزة حقيقية للمستخدم اكتر من انه بيحجب عملية شراء اللعبة من اي مكان تاني باتفاق مع الناشر وبيكبرك تشتريه وتلعب من خلاله ودي مش ميزة ابدا صحيح ان متجر ايبك بيقدم بعض الالعاب بسعر مخفض على حسب المنطقة الجغرافية لكن من الواضح جدا ان مش ديه السياسة الرئيسية السياسة الرئيسية هي الاحتكار ثم الاحتكار وده يرجع ان ايبك معها كم مهول من الاموال حاليا بسبب فورتنايت الامر اللي بيسهل اقناع اي ناشر طالما ممكن توعده بحصة افضل في الارباح او حتى دفع مبلغ مالي اكبر ومقدما يعني من الاخر نقدر نقول ان ايبك عملت فلوس كتير حاليا وبتشتري الانتشار والنجاح بالفلوس دي في الحقيقة مفيش حد ممكن يكون عنده مشكلة في ان ايبك تستغل ارباحها ولكن على الاقل تستغلها بالشكل الصحيح اللي يصب في مصلحتها ومصلحة اللاعبين مش مجرد حاجب العاب واجبر اللاعبين على استخدام ايبك ستور اللي هو خالي تماما من كل المزايا البعض شايف ان الطريقة الوحيدة لللاعبين ممكن يقوموا بها فكرة الاحتكار هو انهم يقاطعوا شراء الالعاب من ايبك ستور لو استمر في الاستحواز على الحصريات بدون تقديم اي خدمة حقيقية لللاعبين لكن ده موضوع كبير ممكن نخليه في حلقة نقاشية تانية انت كمان قلنا ايه رأيك في وضع الالعاب على البي سي حاليا هل شايف ان ايبك ستور وظهوره بالشكل ده على الساحة مفيدينك لعبين ولا هيكون مضر اكتر في فيديو افضل خمس العاب باتل رويل جالنا تعليق من تاجر العاب بيقول فيه برول ستارز مش باتل رويل ده طور بس وكمان ملهوش علاقة بالباتل رويل في الحقيقة الكلام ده مش صحيح بشكل كامل لعبة برول ستارز في الاساس مش مصنفة باتل رويل ولكن المود الرئيسي واللي الناس بتلعبه اكتر فيها هو شو داون والطور ده في الحقيقة فيه كل مقاومات الباتل رويل سواء اللعب بي في بي والخريطة المفتوحة اللي حجمها بيتضاء المعزون عبارة عن دخان لحد ما يفضل فايز واحد او فريق في حالة اللعبة ده فبالتالي اللعبة مصنفة جدا جدا تكون باتل رويل في اخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك سبسكرايب وفولو عرب هاردوير على يوتيوب فيسبوك انستجرام وتويتر نشوفكم الفيديو الجاي والسلام